كلودي أبي حنم رسلت الغد من على الحدود الجنوبية للبنان إذن كلودي وقبل التطرق إلى القصف المدفعي وإلى الأوضاع صباحا اليوم عطفا على ما قمنا ببثه منذ قليل هذه الرشقة الساروخية التي خرجت من حزب الله في المساء ضد الجليل هل هي الأكبر منذ الثامن من أكتوبر؟ أرجو أن تصححي لنا الأمر في الواقع ليست هي الأكبر لأن حزب الله كان قد أطلق أيضا عشرات صواريخ الكاتيوش قبل مدة قليلة في خلال هذه المواجهات الحدودية على مواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل وأذكر أيضا وخصوصا على قاعدة نيرون الإسرائيلية التي استهدفت أيضا بصليات كثيفة من الصواريخ وكان ذلك ردا على اختيال الشيخ صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الضحية الجنوبية لبيروت وأيضا اختيال القيادي في حزب الله وسام الطويل كانت هناك صليات كثيفة من الصواريخ التي تم أطلاقها على قواعد عسكرية إسرائيلية اللافت في الصليات الصاروخية التي أطلقت مساء أمس على الجولان السوري المحتل وتحديدا على مرابد الزعورة التابعة للاحتلال أنها الصليات الأولى منذ بضعة أيام عندما تراجعت حدة هذه المواجهات في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وأيضا خلال أيام عيد الفطر هذه الصلية أعادت التوتر وأعادت السخونة إلى هذه المواجهات الحدودية خصوصا أنها تأتي ردا على استهداف إسرائيلي لمدن وبلدات جنوبية ولسيما عيت الشعب والطيبة بلدة عيت الشعب تعرضت لغارات بصواريخ ثقيلة في اليومين الأخيرين وأدى ذلك إلى تدمير ما تبقى من هذه البلدة التي تعتبر من أكثر البلدات المدمرة في جنوب لبنان وعندما كانت تحصل غارات إسرائيلية وقصف مدفعي في الأيام الأخيرة من رمضان وفي أيام عيد الفطر لم يكن يأتي رد من قبل حزب الله قوي على غرار إطلاق صواريخ الكاتيوشا وهذا الأمر يفسر هنا من قبل المراقبين بأنه ربما أراد حزب الله أن يخفف حدة التوتر لإفساح المجال للمواطنين الجنوبيين بأن يقضوا بنوع من هدوء نسبي العيد ولكن الآن عادت هذه السخونة إلى البلدات والقرى الجنوبية الحدودية وأذكر في هذا السياق نفسه أنه في اليوم الأول لعيد الفطر كانت هناك تجمعات كبيرة من المواطنين الجنوبيين النازحين الذين أتوا إلى بلداتهم وقراهم الحدودية الموجودة على الحافة مع فلسطين المحتلة وأتوا تفقدوا منازلهم وأدوا صلاة العيد وأيضا تلوا الصلاة على أضرحة أقربائهم وأنسبائهم هذا الأمر أيضا أراده حزب الله هنا كرسالة بأن القرى الحدودية لن تفرغ من مواطنيها وسكانها وأن هؤلاء متمسكون بأرضهم وهذا الأمر مغاير لما يحصل في شمال فلسطين المحتلة حيث أن المستوطنات الإسرائيلية هي خالية منذ الثامن من أكتوبر من سكانها والذين لم يعودوا إليها حتى الآن إذن كان هذا نوع من تكتيك يبدو أنه معتمد من قبل حزب الله وانتهى هذا الأمر الآن مع انتهاء العيد حيث عادت هذه السخونة إلى المواجهات الحدودية التي تبقى مرتبطة بما يحدث في غزة طيب على صعيد التصريحات ربما كلود تتابعين معنا ما يقال عن قرب مواجهة ربما محتملة وشيكة الكل يحذر الأمريكان الإسرائيليين الأوروبيين لا أدري هل تخرج تصريحات من لبنان حول رد فعل محتمل من جانب إيران ربما تحرك من جانب حزب الله هذا الأمر كان قد تحدث عنه أمين عام حزب الله حسن نصر الله وقال إن الرد الإيراني آتن لا محالة ولكن بالنسبة إلى المسؤولين الحكوميين اللبنانيين فهذا الأمر لا يطرق على تصريحاتهم والأمر متروك بالطبع لما ستقرره إيران وحزب الله لأن حزب الله هو جزء من هذه الجبهة المفتوحة وجنوب لبنان هو ساحة من هذه الساحات المفتوحة في أكثر من منطقة عربية ردا على عدوان غزة ومساندة لطفان الأقصى بحسب تعبير حزب الله السؤال هنا حيث يسود الكثير من الترقب إذا ما كانت ستكون جبهة جنوب لبنان جزءا من الرد الإيراني حتى الآن لا أحد يمكنه أن يحصم في هذه المسألة ولو أن محللين مراقبين يستبعدون أن يكون جنوب لبنان جزءا من الجبهة يتحدثون أكثر عن الحوسيين يتحدثون عن رد إيراني مباشر أو عن رد من سوريا قد يشارك فيه حزب الله لأن الضربة الإسرائيلية أتت على الكنسولية الإسرائيلية في دمشق العاصمة السورية ولكن لا أحد يستطيع أن يحصم الكل ينتظر الكل يترقب كيف سيكون هذا الرد وإذا ما كان هذا الرد سيأتي بالفعل بالنسبة إلى الجبهة الجنوبية عدنا إلى الفعل ورد الفعل كما ذكرنا في بداية الرسالة حزب الله قصف بالأمس بصواريخ الكاتيوشا مرابد الزعورة في الجولان السوري المحتل عادة قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تقصف بعلباتك والبقاع الشمالي في لبنان أما الرد فكان مغايرا هذه المرة وأتى على مرتفعات عرمتة والريحان في جنوب لبنان على بعد 25 كيلومترا من الحدود مع فلسطين المحتلة في منطقة تقع شمال الليطاني وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف قاعدة عسكرية كبيرة لحزب الله إذن الرد العسكري الإسرائيلي أتى مغايرا هذه المرة عن المرات السابقة ولو أن هذه المنطقة لم تقصف للمرة الأولى قصفت في السابق ولكن دائما الردود العسكرية ما يحصل على الجبهات في الميدان هذا الأمر لا يمكن لأحد أن يستبقه أو يحدده أو يكون في مدار التحليلات لذا الترقب هو سيد الموقف لمعرفة ما ستقول إليه التطورات في هذا المجال أشكرك مرسلة الغد في جنوب لبنان كلودي أبي حم أشكرك مرسلة الغد في جنوب لبنان